شهدت العاصمة السعودية الرياض مساء أمس انطلاق فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية حامل انشعار تخيل أكثر وسط حراك سياحي وأجواء ترفيهية وحضور متنوع اقتضت به ساحات البوليفارد بمجموعة من الفعاليات والعروض والتي تشكل دورا أساسيا في ترسيخ صناعة الترفيه في المملكة بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 التي رفقتها الألعاب النارية والتي غطت سماء الرياض من مواقع متنوعة ويعتبر انفتاح المملكة على العالم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياحيا ضرورة في خيار الاستراتيجي للمملكة بما يخدم رؤية 2030 بل يعد أساسيا في تبادل العلم والمعرفة والتجارب والخبرات بين الشعوب بمختلف ثقافاتها وإضافة إلى العديد من الجهود الأخرى تشكل السياحة عاملا مهما ليقف السائح على الكثير من الحقائق عن الثروات العديدة التي تسخر بها المملكة مواصم المملكة كثيرة ومتعددة المناشط في ظل رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بالتوسع في مجالات لم يسبق للمملكة الاستثمار فيها مثل الترفيه والصياحة والصناعات الحربية المتقدمة والتقنية وتكنولوجيا المعلومات وذلك للتقليل من الاعتماد على النفط تدريجيا بحلول عام 2030 وسيكون لهذه المواصم فوائد كثيرة تنعكس على المجتمع في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية من حيث توظيف الشباب من الجنسين وتدريبهم في مجالات حديثة مثل تنظيم المهرجانات وكسب مهارات وقبرات جديدة بالعمل الموسمي ما يعطيهم فرصة في التوظيف الدائم ومن المتوقع أن يعزز موسم الرياض الذي يجمع بين الترفيه والصياحة الحركة الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق الخير والنماء للمجتمع والشركات والمؤسسات التي ترغب في تسويق منتجاتها من سلع وخدمات في موسم الرياض